الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة يوم جديد مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة اليوم بداية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع بها كثير من النشاط والحيوية مرحبا رافت مرحبا أزل مرحبا متابعين حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة تقارير منوعة تم أهل المدينة بعد الفاصل نبدأ من فقرات الصور الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ويأنا بجوعة من الصور اللي أتمنى أن نستفاد من عدها أحياناً هناك صور كثيرة بها معنى لستفاد من المغزى والمعنى الموجود في الصورة نبدأ من الصورة الأولى اللي هي تعتبر من النوادر صورة تعود لسنة 1967 مجموعة من طلاب جامعة بغداد كلية الآداء بقسم الجغرافية حل التحديد وأنه عرفنا حتى القسم والكلية في حفلة تخرجهم الصورة نشوفها بالأسودة والأبيض لأنها قديمة جداً الصورة عليها تعليقات كثيرة من قبل أهل المدينة الكل يتمنى أن يعود هذا الزمان نشوف الجلوس بنات مع أولاد ملابسهم زيهم الفرحة يعني نحس حتى أنه هناك تواضع نحس هناك ثقة بين الطلاب والطالبات ونشحر بالأخوة الحقيقية بين الطالبات حالياً اختلفت أمور كثيرة منفصلين الطلاب عن الطالبات حالياً يكون قرارات فصل المعلمين المعلم الذي هو الأب والمعلمة التي هي الأم حالياً ينفصلهم عن مدارس البنين أو البنات يعني ما عرف العراق ونحن نحن نقول دي جي في حفلة التخرج بالجامعات التي موجودة في العراق كل ما هي أشياء تغيرت مع الأسف خاصة بالتعليم العالي يعني مع الأسف فالكل تمنى أن تعود هذه الأجواء القديمة طيب روح الصورة الثانية هذه الصورة انتشرت بشكل كبير وحتى على صفحة بالفيسبوك أيضاً يعني موجودة رجل احتفل بأول راتب إلى بدعوة أطفال الفقراء إلى مأدبة أكل أو غدا هذا الرجل هكذا احتفل بأول راتب ياريت أنه احنا نعممها يعني عدنا بالعراق خاصة أنه الشخص يحصل على الوظيفة بعد مدركة منذر فخلي واحد من النذورة منذره أنه فعلاً يعزم مجموعة من الفقراء الأطفال يعني نشوفهم فعلاً مجموعة كبيرة حتى مأخذين المطعم كله فهي طريقة إنسانية الاحتفال والاحتفاء بأول راتب طيب الصورة الثالثة انتشرت بشكل كبير موضوع يخص أهل المدينة ويخص صحتنا وموضوع خطر جداً ويراية الكل ينتبه إليه موضوع اللحم الهندي المنتشر بشكل كبير في كل الأسواق العراقية وفي كل المطاعم وفي كل المنازل حتى لكون هذا اللحم رخيص فالناس الكلب استطاعت أن يشتري من هذا اللحم هذا اللحم يعني نسمينا اللحم اللي هو يؤدي إلى الموت البطي بقايا من الكلور اللي تأدي إلى بالسنوات الجاية تأدي إلى تنشيط الخلايا السرطانية نتمنى من أهل المدينة الاستغناء عن موضوع اللحم الهندي يمكن واحد يقول لعد أنا لازم آكل لحم ولأنه هو رقيص يمكن أن نستعيض باللحم بالبروتينات عن طريق العدس البكوليات الباقلة خاصة العدس يعني أكل الفقراء يسمونه لحم الفقراء يمكن أن نأكل عدس ونستغني عن موضوع اللحم لأن هذا الموضوع يعني خطير طيب صورة الرابعة أيضاً انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي هذه غرفة أشعة في إحدى المستشفيات الموجودة في نيويورك حتى يقلل لهم الرهبة الطفل لأن الطفل أصلاً هو مريض ونفسياً متعب والأشعة هي مخيفة للكبار هي أجواء المستشفى كلها مخيفة شوفواهم وشون مصوينها حتى من يدخل يشعر براحة استرخاء وكأنها مكان للعب كأنها مدية العب مدية العب فرعب عكس المستشفيات التي موجودة في العراق يعني تدخل داخل التالي مكان مرعب ومظلم النفايات التي ترونها موجودة حتى في الطوارئ حتى في صلاة التي نعاش أن الإهمال واضح على الجدران على الأرضية فمأساة يعني يعني أن يرون هذه الصورة التي ترونها عن وزارة الصحة ويطبقونه وشيء بسيط من هذه الصورة صورة الخامسة نحن قبل كم يوم كنا نحشى عن موضوع البحيرات ونحشى عن موضوع المسابح والناس أين تروح وجاء تغرب في البحيرات أو الأنهر هذه البحيرات الصناعية في اليابان اللي يشوفها يقول أنها بحيرة حقيقية لكنها بحيرة الصناعية في اليابان وهذه قديمة جداً طبعاً الصورة يعني موجودة قديمة جداً وأمثالها أكو في بعض البلدان العربية ونحن مسبح مع قدرين نسوي يعني شوفوا الفرق الشاسع بيننا وبينهم قبل الأيام أنه أحد التقارير اللي عرضناها أنه أهل المدينة الأنبهر يشكون أنه من عدم وجود مسابح مسابح في مدينة أم والشباب بالتالي يرحون يصوفهم بالنهر ويتعرضون لغرق وهذا المياه الملوثة فأرلا يساعدهم إن شاء الله نوصل لو بشيء بسيط للصور اللي شاهدناها اشتركوا في القناة